خلال الساعات اللي فاتت مرس الكرة لمودي الفني للنادي الاهلي اخطر ادارة النادي انه على قدر الامكان شاف وتفرج على اللعبين المعارين بالفريق او من الفريق يعني الاندية اخرى وقال انه الاقرب للعودة للفريق هما اللعبين كريم ندبد وصلاح محسن صلاح محسن هيجي يعني خلاص داخد قرار في نهاي مرس الكرة انه هيبقى موجود مع الفريق الموسم اللي جاي كريم ندبد حسم معلوماتنا في رقم عشرة ليه حكاية الراجل مقتنع بكريم ندبد جدا وعايزه يرجع النادي الاهلي بس لو النادي الاهلي مع امام عشور لو حسم صفقة محمد رضا بوبو فكريم ندبد ممكن يكمل معار مع فيوتشر عشان ده برضو طلبات فيوتشر يعني فيوتشر طلب لو الاهلي هياخد بوبو فيبقى كريم ندبد معارا لو الاهلي ما خلص في محمد رضا بوبو فكريم ندبد هيرجع النادي الاهلي مع امام عشور اللي خلاص اموره اتحسمت تماما تماما همنتكلم في ساعاته ويعلن النادي الاهلي رسميا عن تواجد امام عشور مع الفريق في الموسم اللي جاي بالليل امبارح كان بيعمل جلسة التصوير في النادي الاهلي عشان يبقى موجود مع الفريق او يتم الاعلان عن الصفقة رسميا لاخر شوية الصفقة انه النادي الاهلي كان مستني توقيع مثلا على العقود اللي بعتها بس اعتقد العقود كمان العقود وصلت خلال الساعات القليلة الماضية اشتركوا في القناة